في تصعيد جديد للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين فرضت إدارة بايدن الرئيس الأمريكي جو بايدن رسوما جمركية جديدة على قائمة واردات من المنتجات الصينية بقيمة 18 مليار دولار أبرز ما تضمنته القائمة رفع الرسوم الجمركية على أشباه الموصلات والخلايا الشمسية والمعادن المهمة بمعدلات تتراوح من 25% للبطاريات إلى 100% للسيارات الكهربائية تزامن إعلان بايدن بعد مراجعة الزيادات الجمركية التي أقرها سلفه دونالد ترامب والتي لم يتم التراجع عن أي منها في أول رد فعل انتقدت الصين خطوة إدارة بايدن وتعاهدت باتخاذ إجراءاتها الخاصة دون تقديم تفاصيل من جهتها قالت وزارة التجارة الصينية في بيان أن بكين ستتخذ إجراءات حازمة لحماية حقوقها ومصالحها مطالبة عن واشنطن بإلغاء الإجراءات الجمركية الإضافية المترجم للقناة المترجم للقناة وينضم إلينا من واشنطن الحديث أكثر عن هذا الموضوع دكتور سامير التقي الباحث بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن أهلا بك يا دكتور صباح الخير يعني ما يحدث وهذه القرارات قبل الحديث عن تفاصيلها هل هي متعلقة بالانتخابات وبجذب المزيد من الناخبين طبعا لما يحمله هذا الملف من أهمية متعلقة بالحرب التجارية بالصين وأهميتها كملف انتخابي في الولايات المتحدة أولا سيدتي تحية لك ولجمهوركم الكريم أعتقد لها ارتباط نسبي ولكن الارتباط الرئيسي هو نهجي بدأه الرئيس ترامب ويتابعه بكل أخلاص وبكل دقة وبالوة وبأبعد بكثير مما خططه ترامب يتابعه الرئيس بايدن عمليا فيما يتعلق بالحواجز الجمركية التي فرضت على الصين هي أعلى بكثير وأكثر فعالية وهناك عمليا إخراج للصين من قطاعات كبيرة من عمليات من المستوردات التي كانت تستوردها الولايات المتحدة الأمريكية بل وأيضا فيما يتعلق بالعديد من النتاجات المتعلقة بالبرمجة والعديد من القضايا المتعلقة أيضا بتصدير التقنيات العالية وخاصة فيما يتعلق بالرقائق الإلكترونية المتقدمة جدا أو الرقائق الإلكترونية ذات المستوى الرابع وبالتالي نحن هذه العملية هي استمرارية لابد أن قد يكون لها بعد انتخابي جانبي ولكن محورها هو أن الولايات المتحدة قررت عمليا أن تدخل في عمليات كمائية متتالية ضد الصين عمليا تؤدي إلى مراجعة كاملة لكل عملية العولمة التي تأسست بعد عام 1945 في منظم التجارة العالمية لذلك نحن نشاهد الآن تغير كامل في المناخ التجاري العالمي بناء على هذه الإجراءات ما يطرح هذه التساؤلات ربما متعلق بالتوقيت هذا التوقيت تحديدا لحركة بايدن على كل حال إلى أي مدى ترى أنه ضرائب إدارة بايدن هذه تحديدا على السيارات الكهربائية الصينية ستدعم الشركات المنافسة في الولايات المتحدة وهل يمكن اعتبار أن بايدن أنقض هذه الشركات وسد الفجوة المتعلقة بالميزة التنافسية التي تتمتع بها الشركات الصينية من خلال الدعم الحكومة الصينية بالضبط أعتقد الكلام دقيق جدا والأهم من ذلك أيضا أن هناك مصلحة الانتخابية هنا لبايدن في أن يرضي النقابات العمالية التي كانت مستاءة بسبب قيام رجال الأعمال الأمريكان بالتوظيف في السوق الصينية عملية الريباترييشن يعني إعادة توطين الصناعات الأمريكية فيما يسمى الرست بيلت أي عزام الصدق وهي المنطقة الصناعية التي نشأت خلال الحرب العالمية الثانية واستمرت حتى منتصف الثمانينات إلى أن تم تصدير هذه الصناعات الآن هناك عملية تصنيع هي من أهم عمليات إعادة التصنيع في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية في كل المجالات يعني في رأيي أن هذا التوجه بالذات ربما له بعد انتخابي رئيسي وله أيضاً وطني قومي رئيسي فيما يتعلق بإعادة موقع الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بإنتاج الصناعات التقليدية الميكانيكية والكهربائية التي سبق أن تخلت عنها إضافة طبعاً لموضع الهايتك التقنيات العالية والقضايا المتعلقة أيضاً بالاستثمار في الطاقة ولذلك في اعتقادي هذا الميل هو ميل أصيل بعيد لأمد وسيستمر بشكل قوي وجزء من أجندة بايدن في اكتساب النقابات التي خسرها لفترة معينة لصالح ترامب هو هذه العملية أي إعادة تأصيل وتوطين الصناعات هذه العملية هي أكبر من العملية التي تمت لبناء الصناعة بعد الحرب العالمية السامية دكتور سامير البعض ينتقد يعني بوجهة النظر المقابلة ينتقد الولايات المتحدة على هذه الخطوة بحجة أنها بدورها تدعم قطاعات وصناعات معينة وتعطيها ميزة تنفسية مثل أشباه الموصلات وحتى أيضاً بعيداً عن التكنولوجيا مثل قطاعات زراعية معينة بعيداً عن التكنولوجيا ما رأيك؟ هل تتفق مع هذا الطرح؟ يعني بلا شك بأن قضية من يخالف في لعبة البينك بونك هذه من خالف أولاً هي لعبة لا تنتهي ولكن جوهر الموضوع هو أن الميل لتفكيك وتحويل العولة مراهنة إلى نوع من الحويصلات الاقتصادية الاستراتيجية المتكاملة عملية بدأت عملياً منذ أيام ترامب ولكن أخذت شكلها النهائي بتلك التحالفات المهمة جداً التي نشأت بين اليابان كوريا بين هولندا ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية مع بريطانيا في رأيي الآن نحن نشهد إعادة هيكل العولمة ليست قضية فقط بأن من خالف أولاً طبعاً الأمريكان لديهم ما يقولونه فيما يتعلق بسرقة البراءة الافتراع فيما يتعلق بأن الصين لا تزال تتخذ تدابير إخمائية شديدة لسوقها فيما يتعلق بالتدابير المتعلقة بعدم ربط الين بشكل حر في الأسواق كل هذه العمليات يتخالف موضوعياً قوانين التجارة العالمية ولكن من حيث المبدأ في رأيي أن الاتجاه العام يتجاوز هذا النقاش وينتقل إلى قضية أننا سنشاهد عملية تحوصل أو عملية تكتلات تتنافس بشكل رئيسي فيما يتعلق سواء بالرأس المال المالي أو فيما يتعلق بسلاسل التوريد أو فيما يتعلق بالطاقة أو فيما يتعلق أيضاً بالأسواق الشق المقابل متعلق بالمخاوف من رد الفعل الصيني على هذه التعريفات الجمركية ما هي السيناريوهات وأي قطاعات برأيك ستكون مستهدفة وكيف سيكون الرد في هذه المرحلة أعتقد الرد الأساسي سيكون في مجال الزراعي حيث الولايات المتحدة عملياً تصدر كميات كبيرة من المواد الزراعية للأعلاف وعملياً إنتاج اللحوم في الصين هناك الجانب الآخر المتعلق أيضاً بقضية الصادرات الأمريكية من بعض التقنيات المنخفضة ولكن في اعتقادي أنا بأن يعني الولايات المتحدة لا تبني جزء رئيسي من اقتصادها على عملية تصدير التصدير في الولايات المتحدة الأمريكية لا يشكل أكثر من 15% من الدخل القومي وبالنسبة لهذه الـ 15% نصفها تماماً يجري بدول أمريكا اللاتينية وكندا وبالتالي لا يؤثر على الولايات المتحدة الأمريكية كثيراً انخفاض الصادرات الأمريكية إلى الشوق الصيني دكتور سامير التقي الباحث بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن شكراً جزيلاً على كل هذه التحليلات القيمة اشتركوا في قناة اقتصاد الشرق مع بلومبرغ على يوتيوب لمتابعة برنامج الصباح مع السبا معي أنا سبا عودي